اهلا بيكم يا اصدقائي في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نعمل فيديو كارتون 3D animation باستخدام الزكاء الاصطناعي زي اللي انتو شايفينه قدامكم ده فيه شك ان مجال رسومه متحركة وال3D من اصعب المجالات والذي يتطلب خبرة ومجهود كبير لاتقانه ولكن مع ظهور ادوات كثيرة للزكاء الاصطناعي اصبح هناك فرصة لمبتدئين لعمل فيديوهات بسيطة تحتوي على شخصيات وتصميم سلاسية الابعاد بطرق سهلة وبسيطة فيديو النهاردة هنتعلم كيفية انشاء رسوم متحركة سلاسية الابعاد باستخدام الزكاء الاصطناعي مجانا زي ما شفنا في المثال الاول الفيديو الفكرة دي ممكن تكون مفيدة لناس كتير في انشاء محتوى قصص او فيديوهات 3D لليوتيوب بدون ظهور وبدون الحاجة لخبرة في مجال 3D الفيديو مقسم باربعة مراحل اولا تصميم الشخصيات سلاسية الابعاد ثم عمل خلفيات متحركة للفيديو ثم انشاء موسيقى للفيديو باستخدام الزكاء الاصطناعي ومرحلة الاخيرة مرحلة منتاج الفيديو قبل بداية الفيديو بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس يلا بينا نبدأ الفيديو الفطوة الاولى هي كيفية عمل الشخصيات سلاسية الابعاد في الفيديو وده هيكون عن طريق موقع ديبموشن دوت كوم هسيب لكم كل المواقع في وصف الفيديو الموقع ده ببساطة بيسمح لك انك ترفع فيديو ليك او اي فيديو اخر والفيديو ده هو هيحاوله لك لشخصية 3D زي ما احنا شايفين كده هو بيتتبع حركة ايدك وحركة جسمك بالكامل عدد حركة الوش والشفايف والعنين ويحاولها لك لشخصية 3D متكلمة زي ما احنا شايفين كده الموقع بيحتوي على خطة مجانية بتديك 60 كريدت في الشهر وكل فيديو ما يزيدش عن 20 ثانية والجميل فيه ان هو بيطلع فيديو عالي الجودة وكمان بيطلع لك الشخصية دي في شكل 3D موديل ممكن تستخدمه مع اي برامج 3D لو انت بتشتغل على بلندر او 3D ماكس او ما شابه التسجيل في الموقع مختلف شوية عشان كده هشرحه في الفيديو هدوس على وبعدين ببتدي ان انا عملاق الفورم اللي قدامي دي بكتب اسمي واميلي وهنا في الشركة ممكن اكتب اي حاجة وبعدين بختار برضو هنا اي حاجة وبعدين اقول له بعد كده هو بيبعتلي ميل هدخل عن ميل هلاقي ميل منهم هدوس على اللينك دي هبتدي ان انا اختار باسورد واقول له create my account كده الاكاونت بتاعي جاهز ممكن اقول له go to portal هدوس على animate 3D هنا ده دليل استخدام ممكن اقول له skip بعد كده على يمين خلص حاليا حاجة اسمها 3D models هدغط عليها وبعدين اضغط على stylized avatar هنا بختار زكات الشخصية بتاعتي رجل او سيدة اقول له رجل دي له صورة وهو يعمل منها 3D model لكن انا هقول له continue زود فوتو ممكن ابتدي ان انا اختار شكل من الاشكال اللي عندي دي اختار مسلا الشكل ده اقول له next هنا بقى ممكن اغير اي شيء في الشخصية بتاعتي 3D يعني ممكن اغير مسلا شكل الوش اخليه اعرض شوية ممكن اغير لون البشرة اخليه اغمق اكتر او افتح اكتر وهكذا في كل حاجات اللي هنا احنا الاول هنخليه يلبس لبس مختلف عندي اختيارات عديدة زي ما احنا شايفين ممكن مسلا اختار ده ممكن مسلا في الشعر اختار الاختيار ده زي ما انا شايفين الشخصية 3D كده لما بلفها بتلف معايا وبعدين بقول له next بسمي الشخصية بتاعتي بسيطة بعدين save هنا بيقولي تمام الشخصية تم انتاجها اقول له ok وزي ما احنا شايفين دي الشخصية النهائية عندي بعد ما خلصتها تماما اقدر ان انا اعمل 3 شخصيات مختلفة في الخطة المجانية بعد كده حضغط على create animation ده شكل الفيديو اللي انا مدهوله مبارعا شخص بيعمل حركات بهلوانية زي ما هتشوفه هيحقول هولي الشخصية 3D هبتدي ان انا انزل تحت كده عشان نشرح الاعدادات اللي تحت اعلم على physics filter واسيب دي زي ما هي اضغط على face tracking عشان يتتبع حركة الوش وهاند ترايكينج عشان يتتبع حركة الايد upper body only دي لو انا عايز الشخصية تبقى بيتتبع الجزء اللي فوق من الجسم بس بعد كده ممكن نزود داع الاخر وبعدين في video output هقول له enable mp4 output عشان يطلع لي ناتج النهائي بشكل فيديو هنا عندي اكتر من اختيار ممكن لو اخترت environment هيبتدي ان هو يديني خلفية من الخلفيات دي ان انا استخدمها كخلفية للفيديو او في الحالة بتاعتنا هقول له solid وخلي الشخصية بتاعتي طلع على خلفية خضرة علشان اقدر ان انا احط اكتر من شخصية في الفيديو زي ما هنشوف في منتاج بعد كده هنا كمان لو انا عايز زل او مش عايز زل للفيديو هو كل حاجة انت بتختارها هو بيعلمها لك هنا ده نوع الكاميرا هسيبه زي ما هو كاميرا انجل دي لو انت عايز الشخصية تبقى طلعة بزاوية يعني لو جبتها نحية اليمين قوي هتبقى الشخصية واخدها جنب شوي لكن لو هي منتصنطرة كده هتبقى الشخصية طلعة بوشها خلصت كل حاجة خالص هقول له create وبعدين start job هيبتدي ان هو ياخد حوالي مثلا من ثلاث لخمس دقيقة علشان يخلص الفيديو ما انت شايفين بيحرك الشخصية بالزبط زي الفيديو عاجة بقى هنا اضغط على download بيديني اكتر من اختيار يعني التلات اختيارات الاولانية لو انا عايز من الانيميشن 3d دي استخدمها في اي برنامج زي blender او 3d max فبختار اختيار من الاختيارات التلاتة دي فالحالة بتاعتنا احنا عايزين ملف فيديو mp4 وبعدين بقول له download لعلو بقى كده نشوف منظر الملف على green screen ده الفايل بتاعي النهائي للشخصية 3d وهي بترقص امعا هكرر نفس الخطوة دي لو عندي اكتر من شخصية في الفيديو الخطوة التانية هي عمل خلفية متحركة للفيديو بتاعنا وده هيبقى عن طريق الموقع ده هسيبه لكم في صندوق الوصف الموقع ده هو كينز للمصممين وصناع المحتوى بقدر ان انا اجيب منه خلفيات او فيديوهات مجانية ومتحركة هاجي هنا في search وبعدين اكتب stage او مسرح لان الشخصيات بتاعتي مفروض ان هي بترقص على مسرح وبعدين من هنا اتاكد ان انا اختار pre license عشان يطلعلي الفيديوهات المجانية فقط لو عايز الخلفية ثابتة باختار vectors لو عايزها متحركة هاختار videos زي ما احنا شايفين طلع لنا اختيارات جميلة جدا ممكن ان انا اختار الاختيار ده وبعدين من هنا اقول له free download ده شكل الفيديو النهائي اللي انا هستخدمه كخلفية للانيميشن بتاعتي زي ما انتشايفين الموقع ده بيمتاز بان فيديوهاته عالية الجودة الخطوة الثالثة هي توليد موسيقى بالزكاء الاصطناعي للفيديو وده حيكون عن طريق اداة او موقع waveformer موقع ده مجاني تماما لانه هو شغال على مكتبات لتوليد الصوت بالزكاء الاصطناعي open source او مفتوحين المصدر اللي هما الاتنين دول اقدر هنا ان انا اكتب البرومبت اللي انا عايزه وطوله الموسيقى ما يزيدش عن 30 سنين هنا مثلا انا كتبت له arabian style dance عود music instrument ودرامز يعني انا عايز موسيقى عربية يكون فيها رأس مع قالت العود والدرامز مش عارف بها هو حيفهمني في موضوع العود ده ولا لا وبعدين اقول له start ممكن ياخد ديئة او ديئتين علشان يخلص الموسيقى اللي انا طالبها بعد ما بيخلص ممكن اعمل preview للملف بتاعي طبعا الموسيقى دي اقدر ان انا استخدمها بدون حقوق لان زي ما قلتلكم الاداة دي مفتوحة المصدر او open source عايز ادول لود الاوديو بقى هدول لود وبعدين من هنا دول لود فينزل عندي ملف الصوتي او ملف الموسيقى النهائي الخطوة الرابعة هي خطوة منتاج الفيديو ودي فيها بنستخدم برنامج للمونتاج ده لانه مجاني متوفر على الكمبيوتر والموبايل وكمان المتصفح ولو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن برنامج كاب كنا عملنا عنه كورس كامل في القناة هتشوفوه في الفيديو اللي هيزهر قدامكو على الشاشة هاخد كل الفيديوهات اللي انا عملتها في المراحل السابقة وادخلهم على كاب كات زي ما احنا شايفين كده وكمان لو عندي اكتر من فيديو لأكتر من شخصية هبتدي اول حاجة بالملف الموسيقى اللي عملناه باستخدام الزكاء الاصطناعي وبعد كده ملف الخلفية وبعد كده ملف اول شخصية بتتكلم معنا في الفيديو الشخصية دي عملتها عن طريق ان انا صورت نفسي بموبايل وتعمدت ان انا حرك ايدي علشان يبان لكم ازاي هو بيقلت حركة الجسم بالزبط زي ما احنا شايفين كده هبتدي اول حاجة ان انا اكروب الفيديو ده هدوس على زرار الكروب وبعد كده اسحب هنا واسحب هنا كده وانزل برضو من فوق عشان اشيل الحتة اللي ملهاش لازمة وبعدين بعد كده هضغط على الفيديو وبعد كده اتقود وبعدين كوروما كي وهضغط على علامة دي واضغط على اللون اللي اخضر وبعدين في عشد شوية لحد ما اللون اللي اخضر يختفي زي ما احنا شايفين في الصورة كده ممكن بقى اسحب الشخصية دي على جنب شوية كده وبعدين ابتدي ان انا نزل الخلفية التانية واضيف الشخصية اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي هي الترقص المنظر اللي احنا شايفينه ده واعمل نفس الكلام اللي انا عملته الشخصية الاولى. علشان اشيل الخلفية الخضرة. زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. وابتدي ان انا ازبط مكان الشخصية. حيس ان هي تبقى متزبطة على بالزبط. زي ما احنا شايفين الفيديو بتاع الشخصية التانية طالع فوق الشخصية الاولانية. فالمفروض ان الفيديو التاني ده. يبقى وراء الشخصية الاساسية في الفيديو. فكل انا هعمله ان انا هلغط على الفيديو بتاع الشخصية اللي بترقص. وبعدين انزل تحت. وغير الترتيب بتاعها يبقى ورا كده. وبعدين ابتدي ان انا اصغرها. علشان تبقى ان اصغر لان هي مفروض ان هي ابعد من الشخصية الاساسية في الفيديو. بقى كده لو شغلنا الفيديو زي ما احنا شايفين. الشخصية اللي بترقص زبطت ان هي بترقص صح على المسرح. ممكن بقى لان زمن الفيديو ده قصير فعمل منه اكتر من نسخة. كنترول سي. وبعدين اعفنا. كنترول في. واكرر نفس الكلام. ده شكل الفيديو النهائي بعد ما اضفت كمان شخصية تالتة زي ما احنا شايفين بالمنظر ده واضفت خلفية اخرى لحد ما كملنا التلاتين ثانية بتوع الفيديو. اقدر بقى من كاب كت ان انا اضيف انتقالات او ترانزيشنز. هدوس على ترانزيشنز. وبعدين ابتدي ان انا احط انتقالات ما بين مقاطع الفيديو. ايضا هنا وهنا. اخر حاجة هعملها في الفيديو ان انا هضيف افكتس على الشخصيات. هضغط على بادي افكتس وبعدين جلونج لاينز. وابتدي ان انا اختار افكتس من هنا مضيفة على كل شخصية. ده منظر النهائي للفيديو. بعد ما خلصت عملية منتاج. هقول له بقى اكسبورت. بعد ما نخلص نشوف الفيديو النهائي مع بعض. طبعا الهدف من الفيديو هو ان انا بحاول اوصل لكم فكرة. وانتو ما عليكم ان انتو تبدعوا وتطلعوا نتائج احسن من دي بكتير جدا. يعني مسلا ممكن تستخدموا تقنيات تحويل النص العربي الى صوت اللي كنا قلناها في فيديوهات سابقة في القناة علشان تعمل فيديوهات وقصص اطول في قناتك على اليوتيوب بدون ظهور. ما تنسوش تشاركونا بتجربكم في التعليقات. ولو اول مرة تزوروني في القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في مجال الزكاة الاصطناعي والتكنولوجي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.